كلمة 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 شوفها شتكلمة في محافظة على هذا عدت انا كيف؟ مودي كيف؟ الحركة هذي شنين يا طويل ضغط؟ هي حركة نبيلة بعض البرنوصية وصلنا في اخر يوم بالورد ميثاق التلميذ الميثاق الهدايا هو ميثاق البيئي الميثاق الهدايا هو ميثاق البيئي الذي نعمل إليه خلال السنوات الدراسية المقبلة إن شاء الله وهدايا مش يعلم ان كلام ده في اللي عمره هدايا انهم يتعهدوا انهم يحافلوا على البيئة متاحهم موهدا موهدا سيمو ربس اليوم في المثلة تظهرت هذية بالنسبة موهدا موهدا نحكيه على نوادي التربية على المواطنة نحكيه على نوادي البيئة نحكيه على العديد من نوادي وفي نفس الوقت نحكيه على تلميذ ينشط ولكن التلميذ ينتخب اليوم عملية انتخابية نقوله ديمقراطية شفافة أفرزت أفرز التلميذ موهدا التلميذ هذية بطبيعة الحال المدرسة من خلال توعية من خلال توعية أصدقائه بدورهم في الحفاظ على البيئة والتلميذ هذية في حد ذاته مش يكون هو الرابط بين المدرسة وبين الموخيط عموما على أساس انه مش يلاحظ الشأن البيئي في المدرسة مش يلاحظ الشأن البيئي خارج المدرسة والمربوح الكبير نحن نقوله انه التلميذ هذية مش يتدرب على ما يكون المواظنة واذا كنا نحكيه على المواظنة هو دور الرقابة من جهة والمن جهة ثانية دور الدور التلميذ اللي مش يعطي الإشارة وين ثم خلال ولا وين ثم إشكال داخل المدرسة والمحيط بطبيعة الحال نحكيه على مدوبية التربية في السواق التنين نحكيه على الزخم ثقافي نحكيه على مدوبية متوجه وطنيا في جميع الأسعادة نحكيه على الموسيقى نحكيه على المسرح أو بالمناسبة مع مدوبية التربية توجد بالمرت بالكولة وطنية في المسرح التلميذي بالمدارس الابتدائية على السنة الثانية المتتالية احنا الدعوة ولا غالب نحكيه على الكواليس لفتة من المفروض أنه صلاة جهوية من المفروض أنه المؤسسات الدولة تكون لفتة على رجل المستقبل إلا ما نجمو نحكيه على واقع الطفل اليوم وهنا ديما نقول تقريبا في لخاءاتنا ديما نحكيه على التصحر الثقافي داخل مدينة اسفاقص أنت اليوم عندك صغارك متوجيه وطنيا على جميع الأسعادة ألا يرحم وديكم أنتها لفتة صغيرة لهم ولما لا يكون تكريمهم يكون تكريمهم على صعيم معلات الجهوي وطنيا